السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا العزاء وأهلا وسهلا بكم في منهج علم المواد 2 محدثكم الدكتور محمد عبدالعزيز سالم اليوم هنتحدث عن شرط الرقم 2 اللي اسمه البوليمر أو المواد اللا ديناه هنتكلم عن الجزء الأولان من شرط الرقم 2 اللي هو عبارة عن الاوتلاين وتعريف الايه البوليمر طب في الحقيقة الاوتلاين أو رغوص الأقلام أو رغوص الموضوعات بتاعت الشرطر بتاعنا تعريف الديفنيشن بتاع الموليمر بعد كده الكلاسيفيكيشن أو بوليمر وبعد كده ناخد تبقى الإجزامبل الخاص الميكانيكية أو الأبليكيشن بتاعت السيرمو بلاسيك أو السيرمو سيتنج أو الأولاستومار اللي هي تلات مجموعات اللي هي تحت مسمى كلمة بوليمر بعد كده ناخد البروسيسنج بتاع إيج أو بوليمر البروسيسنج أو تحضير أو تصنيع كل واحدة منهم على أحد أول جزئية في الحقيقة اللي هي الديفنيشن البوليمر البوليمر في الحقيقة يا شباب هي عبارة عن المواد اللادنة ساعات المواد اللادنة أو البوليمر دي هي عبارة عن نقدر نسميها حاجة كده مواد مكونة من بيترو كيموية يعني عبارة عن مواد من البترول وعليها مواد كيموية تم تيجي نشوف التعريف العلم بتاعه شكله إيه قالك الديفنيشن البوليمر بالعربي هي عبارة عن جزئيات المادة البوليمرية تتكون من موادات كيميائية اسمها مار جوينت توجيزر لأن في مفهوم البوليمر هي عبارة عن سلاسل متصلة من مادة كيميائية أو من وحدات كيميائية بتتكرر وهذه السلاسل اللي يابدنا أن تكون متصلة زي ما قلنا الجوينت حتى المعنى باين حتى بالعربي لما نجي نقول سلاسل ما نفعش أقول سلاسل على حلقات منفصلة إنما يجب أن تكون الحلقات متصلة مع بعضها البعض عشان كده تسمى سلاسل لما يجب بص البوليمر من منوية نظر اللغة كمعنى لغوي فقط ألاقيها مكونة من مقطعين بولي ومار بولي بمعنى مالتي ومار بمعنى يونت أي المادة المتعددة للوحدات وما اختلفش كتير على فكرة المعنى اللغوي من المعنى العلمي اللي نحن سبقنا وشرحنا المونو مار المونو مار في الحقيقة عبارة عن سينجل يونت لأن مونو باللغة اللاتينية معناها وحيد ومار يعني يونت يبقى ده وحيد أو سينجل يونت زي ما قلنا دي ما لها دي بتربط الملكولز مع بعض عشان تكون بولي مار لأن احنا اتفقنا من شوية إن البولي مار هي عبارة عن سلاسل وهذه السلاسل لابد من ربطها مع بعض من يربطها مع بعض السينجل يونت أو المونو مار اشتركوا في القناة